السلام عليكم خالطي أخواتي ومرحبا بكم جديد في هذا الفيديو كما عودناكم دايما في الفقرة الثانية لأخبار الجزائر جبت لكم أهم الأخبار تمثال الأمير عبدالقادر سيكون الثاني أكبر تمثال في إفريقيا وهذا يثير الكثير من الجدل سنتحدث لهذا الموضوع أكثر في الأخبار أيضا فرنسا فهمت أن الجزائر سئمت منها وزيارة تبون للبرتغال تغضب فرنسا كثيرا أخيرا في الأخبار بطل جزائري آخر ينقف عجوز في البلجيك كانت ستموت غرقا كما شفتوا خاوتي هذه هي أبرز عنوان أخبار اليوم سنشاركوها معكم في قناتنا YTDZ قبل أن نبدأ هذا الفيديو خاوتي أرجوكم أدعم أخوكم بالضغط على زل الإعجاب كل هذا سيساعدنا أن تصدق الحملات السينيال للقناوات التي ستترصد بنا بلما نطول عليكم خاوتي هيا إلى الأخبار في الخبر الأول سنقول لكم فيديو لبطل جزائري أنقذ عجوز في البلجيك كانت ستموت من الغرقا هذا البطل الجزائري لم يكترث لنفسه كانت برده قارسا سيجري ونقص في هذه البحيرة بشيسلك هذه العجوز لك أنت ستموت من الغرقا وهذا الفيديو الخاص بهذا الشاب الجزائري أثار تفاعلا إيجابيا كبيرا في البلجيك وفي الجزائر أيضا وأصبح حديث الساعة هناك دعوكم تسفرجوا بعضا من المقدار واحدة من المقدار وأيضا من المقدار نادير يتعلم أن يترك في البلجيك مع المقدار من المقدار في البلجيك في البلجيك في البلجيك نادير يتعلم أن يترك في الناس وخيرا من المقدار من المقدار في الخبر الآخر فرنسا فهمت أخيراً أن الجزائر سئمت منها وزيارة رئيس عبد المجيد تبون للبرتغال أغضبت فرنسا أو على الأقل جعلتها غايرة جزا ما شغلت منها لأن الآن فرنسا فهمت أن الجزائر تتخلى عليها شيئاً فشيئاً وبدأت الجزائر تثمن علاقاتها مع الدول الأخرى التي لم تكن تشوفها الجزائر كي كانت في علاقات كبيرة مع فرنسا قبل سنوات الآن الجزائر أصبحت تنظر خارج الصندوق وتقيم علاقات مع دول شمالاً وجنوباً أو يميناً ويساراً وفرنسا لم تعد في الحسبان أيضاً الأمر الآخر الذي أغضب فرنسا هو الحديث عن تأجيل آخر يطال زيار المرتقب الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريسا والتي كانت مقررة شهر إجوليا المقبل ولكن يبدو أنها هي الأخرى ستؤجل لكن إخواني كل هذا البرود الذي رح قادم من طرف الجزائر لم يأتيها كذا فجأة بل جاء من سنوات من العنصرية ضد الجزائر سواء من اليمين المتطرف الفرنسي ضد الجزائر وأيضاً بسبب القرارات التعسفية ضد الجزائر اللي كانت تديرها فرنسا سواء من خلال ترحيل المهاجرين الجزائريين وإرجاعهم واللي سفروا كثيراً أو من خلال خفض التأشيرات للجزائريين للقدوم إلى فرنسا مالت زائر غزرت وقلت ملمد توم مدام مراكم حبينا من جوش البلادكم انتم مثلين مزيدوش تجول بلادنا وبدأت الجزائر تبتع شيئاً فشيئاً عن فرنسا كنا تحدثنا أيضاً كيفاش الجزائر استبدأت فرنسا تماماً بالمستثمرين وفتحت أبوابها للعديد من المستثمرين الأجانب أمثال كل من الصين وإيطاليا وألمانيا وأخيراً البرتغال أيضاً خوتي التأجيل تأجيل رئيس زيارة رئيس عبد المجيد تابون إلى فرنسا لأنها ضروا لهم وهو خبر مؤكد وجدت فقط بعض المواقع تتحدث عنه ولكن لا يوجد أي مصادر تثبت هذا الأمر أيضاً رأيك كثير من الأخبار تقول أنه هناك يعني مراجعة الفرنسا لا يتراجع علاقاتها مع الجزائر وهي الأخرى قد تقوم بالابتعاد عن الجزائر أكثر ولكن خوتي في الحقيقة هذا أكثر شيء يريده الجزائريون فوجود فرنسا في الجزائر يعني وجود البروفيتاش فرنسا دايما تحب تفروفيت من الجزائر وتربح الأمور بدون ما هي تقدم أي شيء للجزائر سواء في بحثها عن المحروقات واستغلالها لثروة الجزائر أو بالاتفاقيات الأخرى اللي ما زالت متلغاش مثل اتفاقيات إيفيانا التي تعطي فرنسا الكثير من الصراحيات ولكن بإذن الله إن شاء الله هذه الاتفاقية ستلغى قريباً جداً أيضاً قلت لكم بل فرنسا فهمت أن الجزائر سائمت منها وهذا بسبب أن فرنسا هي الأولى اللي اتفقت مع رئيس عبد المجيد تابون بشيجي في زيارة إلى فرنسا إلى أنه قام بتأجيل هذه الزيارة وبدلاً من ذلك ذهب إلى البرتغال هذا الأمر أغضب فرنسا كثيراً كون أنه يعني شغل طيح بفرنسا وقالها بل أنتي مكيش مهمة بالنسبة إلي بقدر أهمية البرتغال وربما حتى الرئيس عبد المجيد تابون سيقوم بزيارة إلى روسيا وسيترك فرنسا في الأخيرة أنتم وشراكم خوتي في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات الآن دعونا نروح للخبر الآخر والأخيرة أخيراً في الأخبار سنتحدث على تمثال الأمير عبد القادر الذي يبلغ طوله 42 متر الذي سيكون الثاني أكبر تمثال في إفريقيا حيث أثار هذا التمثال الكثير من الجدل في الجزائر مؤخراً الآن خوتي كما لعباكم كل الدول تريد تخليد أبطالها عبر التاليخ فيقومون بذلك من خلال إنشاء تماثيل تخلي الذكرى الأبطال وأيضاً بش الأجيال القادمة عمرها ما تنسى الأبطال اللي يعني خلاوا البلد كما هي الآن ولكن خوتي هذا الأمر أغضب الكثير من الجزائريين أولاً لأن تكلفة التمثال 120 مليار سنتيم وقال الكثير أنه كان يمكن إنشاء التمثال ليس ب120 مليار سنتيم وإنما بمليار والاثنين وتترك الملايير الأخرى في بناء منشآت يحتاجها الشعب بدلاً من بناء تمثال لا قيمة له لكن كما قلتكم الكثير قال أنه له قيمة كبيرة جداً فالأمير عبدالقادر هو بطل من أبطال الجزائر وهو من رموز الجزائر الكبيرة الذي دافع عن الجزائر ضد الاستعمار الفنانسي أيضاً العمر الآخر الذي انتقد فيه الجمهور والشعب الجزائري هذا الموضوع وليس كلهم هو مدى ضخامة هذا التمثال حيث قال السلفية والمحافظين أن هذا التمثال سيكون بمثابة صنم كبير والله يحرم مثل هذه الأمور لكن هناك الكثير من الفتاوات التي تحرم وأيضاً الفتاوات التي تقول هذا شيء عادي وأيضاً يقول الكثيرون أن هذا التمثال رح يقعد لقرون وليس لسنوات وبالتالي هذه المئة وعشرين مليار سنتيم لاحية تم صرفها في هذا التمثال ستكون مستحقة تماماً في حين قال الآخرون أنه لماذا كان تمثال ضخم في سانتا كروز يمثل يعني الثقافة المسيحية وتمثال سيدنا عيسى عليه السلام ومع ذلك أيضاً تمثال لأمير عبدالقادر إذا أريدنا نشوفه من هذا المنظور ما لها ينطيحوا قاعدك التمثيل نطيحوا تمثال عين الفوارة في الصيف ونطيحوا كل التمثيل إذا كانت ما عندها حتى قيمة بس أنتم خاوتي وش رأيكم في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات وش رأيكم في بناء تمثال بـ 120 مليار للأمير عبدالقادر هل ترون أن هذا ضروري أم ترون أنه تبذير للأموال ولا قيمة لها خبرونا لكم في التعليقات حول هذا الموضوع كما شفتوا خاوتي واخوتتي هذه كانت أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم إذا أجبكم هذا الفيديو أرجوكم الدعمونا بالضغط على زر الإعجاب اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كل هذا رح يدعمنا تصديق الحملات السينيال نشكركم جزيلا شكرا على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر